لقاء ولقاءات لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع لقاء ولقاءات إعداد وتقديم فيصل الجسمي مرحبا المساء الخير مساء النوار أهلا وسهلا تحية لكل من استمع إلينا عبر إضاعة تونس ثقافية بالاشتراك مع إضاعة سفاقص عدد جديد من لقاء ولقاءات هذا المساء نلتقي مع الكاتبة والقاصة والسيناريست الأستاذة بلقيس خليفة بيناسب صدور مجموعات القاصية الثالثة ميتة مبتكرة كذلك يحضر معنا الناقض الكبير الدكتور أحمد سماوي الفريق العامل معنا هذا المساج على الأجهزة التقنية السود البث الرقمية منجي الشعري أجمل ما نبدأ به من كلمات أحمد فؤد نجم البحر بيضحك ليه تغني حسن البجوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البحر بيضحك ليه وانا نزلة ترجمة نانسي قنقر 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 البحر جرحه مجرد بلس وجرحنا والعمر وغضي البحر بيضحك بيبلي ولا نزلة هتلع قبل الأولى موسيقى ما ساكن بنبحك بالبلوة زي الطيوك والروح حلوة ما ساكن بنبحك بالبلوة زي الطيوك والروح حلوة شايلها بسفكة حمور ولسه جرحه القلبي أمل البحر بيضحك ليه 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 ولا نزلة هتلع قبل الأولى موسيقى موسيقى قولنا فخر هناوي بيقول حكاوي وغناوي قولنا فخر هناوي بيقول حكاوي وغناوي يا قلت الظل للا نناوي ما اشرب ولو في المياه عسل البحر بيضحك ليه 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 وانا نزلة هتلع قبل الأولى موسيقى 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 وانا نزل أدلع أمل أولا اشتركوا في القناة وانا نزل أمور وانا نزل أمور وانا نزل أمور وعند سور أول وجسور وعند سور أول وجسور وصبح ده في العشق محر البحر في الحل وانا نزل أدلع أمل أولا البحر في الحل وانا نزل أدلع أمل أولا مرحبا بالجميع في لقاء ولقايات كما ذكرت في مقدمة الحصة ضيفة هذا المساء الكاتبة والقاس والسيناريستة الأستاذة بلقيس خليفة مساء الخير مرحبا مساء الخير مساء الخير كافة متابعية لدعاء الساقص في تونس وكافة متابعية لدعاء حقصية في كل ربوع الوطن كذلك أرحب بالناقض الكبير أستاذ الدكتور أحمد السماوي مساء الخير أستاذ أحمد أهلا وسهلا مبارك الله فيك أهلا وسهلا أيضا ببلقيس التي شرفتني بأن أقرأ مجموعتها وأن أقدمها كان منذ أيام في مدينة سفاقس على رقح مركز فنودرامية بسفاقس نعم مساء خير أستاذي أهلا وسهلا بيك يا بلقيس يا عيسك الله يسلمك نبدأ معك دكتور أحمد السماوي هذه المجموعة الثالثة بعد مراحلات عابرة وبتسم أنها تمطر ميتة مبتكرة كيف تقدم هذا العمل للكاتبة والقاسة بلقيس خريفة هذه كما قلت المجموعة الثالثة لبلقيس وهي لافتة للانتباه أولا لكونها تجمع بين أربع عشرة أقصوصة كلها تحوي موضوعا واحدا هو موضوع الموت وهو ما يجعل أو ما جعل بعضهم يقترح أن يصنفها أجناسيا فيما يسمى متوالية قصصية على أساس أنها ثمت خيطا ناظما للأقافيس جميعها وهو ما سميته أنا في مداخلتي يوم قدمتها بوجود الموت باعتباره تشاكلا دلاليا أي فكرة قائمة قارة تحوم حولها الأقافيس جميعها وهذه الأقافيس تبدأ فيها الأمور هزلا ولكنها تنتهي جدا باعتبار أن بلقيس في الأقصوص العاشرة أساسا لعلها لأهميتها اختارت عنوانها عنوانا المجموعة الأقصوصية كاملة نعم وهي ميتة مبتكرة ميتة اسم مرة من الموت مبتكرة أي تصور لكيفية الموت من يقرأ العنوان يندهش كيف للموت أن يبتكر أو أن يبتكر لابد من قراءة المجموعة كلها كي نفهم أن المبتكر ليس الموت بل المخبر عن الموت أي الناعي نعم هذا الناعي كيف يريد أن يقدم الموت للسامعين أو للقراء أو لمن يرغب أن ينعى لهم ميتاً يعزوا عليه فراقه هذه الأقصوص العاشرة هي التي أعطت نكهتها للمجموعة كلها فإذا بالموت باعتباره عنصراً قارراً في المجموعة كلها كيف السبيل إلى إبلاغه لعل أبرز شيء لاحظته أو ركزت عليه الأقصوصية بلقيس هو قيام الميت نفسه بالإعلان عن موته هو الذي يخبر عن الموت وفي هذا اشتراك بين شيئين اثنين بين العجيب يتمثل في أن ميتاً يتكلم ويقدم عن موته أو عن آخر لحظات حياته شيئاً والثاني هو الهسل الذي أرادت به الأقصوصية أن يكون جانب السخرية المرة التي يعاني منها هذا الذي يموت كيف يموت آنذاك يظهي الذي يخبر وهو الراوي أو الراوية كما سأوضح هذه الراوية هي التي تعلن كيفية الموت فإذا الموت هذا له أشكال متعددة وسبل للأصول به إلى منتهاه كثيراً ولكن الشيء المهم جداً في هذه المجموعة كلها هو كيف السبيل إلى مقاومة هذا الموت وهو ما أبرزته المجموعة كلها ولنا إلى ذلك رجعة إن شاءته نعم كيف سبيل مقاومة الموت من خلال هذه المجموعة أستاذ بلقيس خليفة وقراءة الأستاذ الدكتور أحمد السماوي عن هذه المجموعة كيف ترينها هو أن لا أقاوم الموت من خلال المجموعة إنما أقاوم فكرة أن الموت صار أمراً اعتباطياً وأمراً عادياً نعم في السنوات الأخيرة في تونس وحتى في العالم أن يفقد الموت وهيبته يعني أن الحياة قد فقدت هيبتها هي الأخرى فهذا نعم معناها إذا كانت الحياة عندها معنى وتسوى راه الموت طويل يولي عنده معنى ويسوى لكن عندما تفقد الحياة معناها الموت أيضاً لا تفقد معناها ففكرة ميتة مبتكرة هي استعادة هيبة الحياة من خلال الحديث عن ميتات مبتكرة حتى يكون الحياة معنى في الحقيقة مجموعة كلها في البحث عن المعنى والذاتي فيها حاضر كثيراً مثل ما أشارى لذلك أستاذنا في تقديمه لي في المركب منذ أيام الذاتي حاضر فيها بكثافة لأنه الموت غادرني في أكثر من المناسبة السنوات الأخيرة ثم حتى على المستوى الشخصي وحتى على المستوى الوطني معناها صرنا نستفيقه يومياً على أخبار الموت هنا وهناك بطرق معناها لم نكن نتصور أنه بطرق معناها تفوق الخيالة خيالة تفوق الخيالة فعلاً معناه ما كناش نتصور ميتات من قبيل أنه مثلاً طفلة طيح في 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 بلوعة كما قال نعم في بلوعة أو مثلاً شاب كبير يموت في مصعد أو أو وغيرها من الميتات الموتى حادثة عمدون آآ موتى الارهاب وغيرهم معناها وهذا التطبيع مع الموت معناها بشكل صارة شبه يومي آآ خلاني معناها عاشت تقريباً سنوات الأخيرة خلاني معناها محاطة بهاجس الموت وأردته ربما أردته أن أخرجه من في في هذه المجموعة وأردته أن أستعيد معناها الحياة من خلال الحديث عن الموت نعم آآ أستاذ أحمد السماوي هي قراءة للعشرية الأخيرة آآ تعيشها ب بلادنا من خلال هذا العمل الإبداعي لبلقيس خليفة هل وفقت إلى إلى حد الماء في 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 قراءة الوضع للتعيش بلادنا خلال العشرة السنوات الأخيرة هي المطلوب منها أن تفلح فنيا نعم وقد أفلحت فنيا أيما أفلح فأقافيسها الأربع عشرة جميلة جدا كثيرون قالوا لي إننا لم نقم إلا بعد أن أتممنا قراءة هذه الأقافيس جميعها أنا أنا أندهش كيف أن واحدا بإمكانها أن يقرأها دفعة واحدة ولكن على كل حال أنا صدقت من قال لي ذلك المهم أن هذه الأقافيس فضلا عن جمالية الفن فيها هي تثير من الأسئلة أكثر مما تقدم أجوبة ولعل هذا مطلوب من قارئ ينظر بعين ثاقبة للتفاصيل وللأركان الخفية ولما لا يقال أو يسكت عنه هذا هو المطلوب إبرازه ويبدو أن بلقيس قد أفلحت أيما إفلاح في كتابة أقافيسها هذه أولا لأنها جعلت النكتة أو السخرية أو الفكاهة أو الهزل حاضرا وهذا مهم جدا أن من يقرأ لا يشعر بالضيق الثاني هو هذا التنويع الميتات على قدر الأقافيس بل إننا قد نجد في الأقصوصة الواحدة أكثر من شكل من أشكال الموت هذا أيضا مهم جدا الشخصيات لكل أقصوصة ميت أو أكثر من ميت ولذلك ثمت إبداع على مستوى استخراج ما يمكن استخراجه من شخصيات لجعلها تتحرك في ساحة النص وفي حيز النص وهذا مهم جدا والنقطة المهمة جدا جدا أيضا هي أنها بقدر ما تهزل تجد والجد هذا يتمثل في أن من ينظر في هذه الأقاصيس لا بد أن ينتهي إلى أن بلقيس ليست هازلة بل بلقيس متألمة حزينة شجية أراؤها أو نغمتها ولذلك لا بد من أن ننظر إلى هذه الأقاصيس نظرة مزدوجة فيها ما هو مرغب باعتبار أن العجيب مهم قراءته كما يقول الجاحذ من قديم الزمان الثاني هو أن هذا الهازل أيضا كما يقول الجاحذ نفسه جميل ومرغب في القراءة ولكن في الشيء المقابل تماما ثمت التفكير والتأمل والتأني في قراءة ما يمكن قراءته ولذلك أعتبر أن بلقيس قد أصلحت في نقل ما يسمى الفن للفن نقلته إلى الفن للتأمل وللاعتبار وهذا أهم شيء في عملها نعم لو نقارن السيدة بلقيس تخليفها بين مجموعة تبتسم أنها تمطر وميتة مبتكرة الاختلاف واضح وماذا أردت في هذه المجموعة الثالثة ميتة مبتكرة رسالتي تريدين بثها إلى المتلقي قبل أن أقارن بين المجموعتين نحب نقول هذا رأى جدا فعلا نعم يوم اللقاء كان التقديم أكاديمي وكان جدي بشكل معناها مذابية نقول هجبتك معناها أحيان معناها نحب نسمه خاصة من خاصة من مدرسة اسمه الدكتور رحمد السميوي مدرسة مقدير نعم أنا معناها ربما لا يقدر حجم حجم الاحترام وتبهيل والتقدير ووقت اللي دعوده إلى الركح ودوى وقت اللي أنا نسمع فيه لأنه وراه وراه كلنا كيش ندخلوا عنده للمدرجة متاع الكلية معناها يقولوا في الشيخ كي تلمي المستج تسمع حسوا معناها الناس الكل وهو على فكرة هذا ما فعله يومها في مرضة الفنون على مختلف الشرائح التي حضرت اللقاء فيهم كبار وفيهم صغار فيهم ناس مهتمين بالأدب وفيهم ناس ما عندهم حتى علاقة بالأدب من أجل المترحية الجميع فمتوا عندما تكلم سيد أحمد اسماوي وأمصتوا وهتموا بالدقائق حتى معناها الأكاديمية والتفاصيل اللي معناها ربما حتى نهار ما سمعوها فحييتم كل سمعه وهو أكيد زاحب ما تميش حس بالكل ناس كل تسمع معناها حول المركز إلى مدرب في الكلية يومها نعم حسير وتلك هي ميزة الناقد المبدع الناقد الذي يعطي روحا آخر العمل الإبداعي نعم وميزة سيد أحمد بالبيت معناها قدرته على جعل الآخر ينق إليه كما قلت مالي كنا طلبة عنده في الجامعة ربما لهذا معناها كنا طلبة أوفية وكنا وخرج مننا جيل باهي جيلنا تقريبا كله جيل ممتاز نبعنا نشكر في روحي من جملة بالنسبة للمقارنة بين بين المجموعتين المجموعة الثانية كانت مجموعة ساخرة بامتياز فالخيط النظم بين كل القصص لم يكن الموضوع إنما القدرة على الإضحاق كنت أراهي فعلا على إضحاق الناس في المجموعة الثانية رغم أنها حتى هي سخرياتها سوداء للغاية لكن نحن كانت اجتما هي ابتسم إنها تنطر هي دعوة للابتسام وإنها تنطر المفاجأة داخل المجموعة هي لا تنطر مطرا لا تنطر مطرا من السماء وغايفا نافيا إنما تنطر أشياء أخرى فعلا نعم نحن أدري أن كنت طلعت عليها طلعنا عليها وقدمناها حسا لو تذكرين ذلك منذ ثلاثة سنوات أو أربع سنوات نعم تلك هي المخاتلة في ابتسم منها تنطر ومثل أنا قلت سابقا ابتسم منها تنطر كانت كان الموضوع العام متاحا هو تونس أكبر ثورة وبداية الخزلات نعم بداية ظهور الخيبات بدنا وقتنا تلمس أثر الخيبة ودعم عاملة بها اللي عملناها في الثورة ولا مش بها الميتة مفتكرة أثر معنا في التسم منها تنطر أثر الثورة على المجتمع التونسي بشكل عقل في ميتة مفتكرة أثروا على الذات أثر الثورة على الذات وبطبيعة ماشي الثورة فقط لكن حجم الحزن على الأقل وانا نكتب فيها كان ينبعث تحديدا مما يحدث داخل الوطن حتى أنه صديقة فاطمة بن محمود قاتت لي أصابتني خيبة أمل بعد أن قرأت هذه المجموعة قلت لي عليا ما عايش بتكش قات لي لي ما لقيتش بلقيش في الساخرة المنطلقة قيت واحدة أخرى حزينة رغم أنه فم نصوص هكا تبعث على الهزل هكا نسبية قات لي ما لقيتكش قطلها معناه ما نجمتش نخرجها بلقيش التي تعارفينها بعد قداش من عام معناها خيبات متتالية وخضلين لم أجدها أنا نفسي قلت لها تمنيت أنه شحنة الهزل تكون أعلى شوية حتى رأفة بالقارق لكنني لم أجدها معناه الله غالب ما خرجتش معناه نعم نعم استاذ أحمد اسماوي المبدل الحقيقي هو الذي عبر عن واقعه بكل ألم بكل بكل مشاعر بكل ما أتي من إبداع صح هو الجميل في هذه المشموعة الأخصوصية هو أنها تفرض على الباحث وأنا باحث أكثر مما أنا ناقد لا يعني لا أقول إن هذا عمل جيد وهذا عمل ردي وهذا فيه نقص وهذا فيه لا وإنما أحاول أن أفكك النص وأحاول أن أوجد تفسيرا لظواهر فيه قد تكون هذه الظواهر خفية عن القارئ العادي فأبرزها ليس أكثر ولا أقل ولكن ليس دوري أن أكون ناقبا بقدر ما أكون باحثا وأظل دوما باحثا نعم المهم أنها فرضت علي أن أنتبه لشيء مهم جدا ولم يسبق أن انتبهت له هي فرضت علي المجموعة أن بالإمكان الحديث عن ما يسمى بالأقصوصة بضمير المتكلم في الدراسات والبحوث ثمت إشارة إلى الأقصوص بضمير المتكلم لأن ثمت صنفين من الأقاصيس هي الأقاصيس بضمير المتكلم والأقاصيس بضمير الغاب هذا معروف لكن فيما تتمثل أهمية هذا الاكتشاف الذي رأيته من خلال عمل بلقيش أولا لحظت أن أنا لا رؤيت في هذه الأقاصيس الأربع عشرة إلا اثنين فقط يعني من أربع عشرة أو خلال اثنان فقط راوياني والبقية راويات معناها أعطيت الكلمة إلى النساء لكي يتكلمنا في شأن هو في الحقيقة ليس خاصا بالنساء لأن الموت يصيب النساء والرجال الإنسان نعم ككل نعم ولكن هي ركزت على هذا اثنين البعد الألم الذي شعرت به هي تتكلم الآن مضحين عن الألم أو على الألم الذي قالت إنه كان النبع الذي منه متحت لكي تكتب هذه الأقاصيس أنا رأيت ذلك واضحا وجليا ولذلك قلت لعل ثمة جانبا سيرة ذاتيا في هذه الأقاصيس ليس يمكن أن تكون الأقاصيس سيرة ذاتية لأنها أولا متشضية يعني أربع عشرة أخصوصا والعمل استيراذات يتطلب نفسا طويلا وعملا هو إلى الرواية أقرب منه إلى الأقاصيس هذا واحد اثنين هذا يكتب في آخر العمر وهي ما شاء الله مازالت صغيرة السن ليحفظها الله إن شاء الله ثالثا ثالثا البعد الذي يجب أن أؤيده أو أن أنفيه يعني أن أثبت أنه موجود أو غير موجود يجب أن يكون منطلقه النص وكذا فعلت فقد لاحظت أن شخصيات في الأقاصيس التخيلية تسمى بالاسم نفسه الذي أهدت إليه المهدية التي هي بلقيس خليفة الإنسان المؤلفة نعم أهدته إلى أشخاص بأعيانهم إلى شخص بأعيانهم نعم فبين الشخص والشخصية فمت فرق وأن يكون الإسم هو هو والعلاقة النسبية هي هي فقلت ليس في الأمر إذا أقول عبثية أو شيء يمر هكذا دون أن ينتبه إليه لابد من الانتباه إليه وبالفعل اتضح أن للعمة فاطمة ولابنها مصطفى كما في الأقصوصة تماماً علاقة قرابة ونسب مع بلقيس الثالث هو البعد كيف أقول الخلقي والخلقي أنا أعرف بلقيس خلقاً وأعرفها خلقاً نعم تقريباً تكاد تكون الصفات الخلقية والخلقية في بلقيس أجد آثارها في نصوصها قلت من جملة هذه العناصر كلها يمكن أن أستشفها أن بالإمكان الكلام على سير ذاتي لكن ليس السير ذاتي بالمفهوم المذين يعرفه الباحثون جميعهم وإنما هو شكل ما من أشكال السير ذاتي فسميته الأخصوص بضمير المتكلم وهذا قلت لفت انتباهي له بلقيس في نصها هذا جميل جداً قراءة ممتعة للكاتبة بلقيس خليفة من خلال هذه القراءة الدكتور أحمد السماوي إلى أي حد ما توافقنا في هذه القراءة أو هذه النظرة من خلال هذه المجموعة لميتة مبتكرة أنا أوافقه جداً إلى درجة أنه عندما بعث إلي أرسل إلي بقراءته بالمجموعة قتله دلما كملت قريتها دكيت قتله قل لي إن شاء الله ما يكونش معناها دكيت قتلك حاجة معناها قل قتله دكيت لفرت التأثث معناها اتكشفت أنك تعرفني أكثر مما أظن لأنه فلما أصدقاء قراءوا المجموعة أصدقاء ولم يتفطنوا إلى حضوري المكثرة في بعض النصوص بينما فدحمة السماوي تفطن إلى ذلك وحتى أشار إلى المواضع التي كنت فيها حاضرة كنت فيها حاضرة بلقيس الكائن معناها الحقيقي الموجود في الدنيا كنت موجودة في النصوص وتفطن إليها لأنه أنا درست عن فدحمة السماوي وشبته مرات وهو صديق على الفيسبوك لكن ما كنتش مظن أنه يعرقني بشركة درجة وهي فتنة الباحثة وربما هي القرابة النفسية والعاطفية التي تربطني به أكثر منها حتى مش يجب شخص تكون تشوفه ديما بش يعرفت ربما يكفي أن يقرأك جيداً يقرأك حتى مش يقرأ ما تكتب يقرأك حتى كيف تفكر فأنا موافقته تماماً فيما قاله معناه من حضور البعد الذاتي في المجموعة باستثناء شدحمة السماوي أختي تفطنت إلى هذا وعندي صديقة مقربة جداً قاتلي راتي تأرفي لنفسك في قصة حفلة نهاية السنة قاتلي تأرفي لنفسك كما ينبغي لأن القصة الأخيرة أظن الأخيرة أو قبل الأخيرة تتحدث على شخصية عندها مشكلة ماتي في سديها فتقريباً ما هيش المشكلة لعندي لكن فيها مني فمعناها هذا ما تلاشى فقط للسطن ولكن ليس بالقدر الذي انتبه إليه سيد أحمد السماوي فأنا طبعاً واشقه تماماً ونشكر مرة أخرى معناها على عنايته وجهده في قراءة المجموعة وحتى الجهد النفسي والعاطس الذي ضد له بشيء ينتبه إلينا في هذه الأشياء دكتور أحمد منذ أيام احتفلنا باليوم العالمي للمرأة ومن خلال هذه المجموعة أعتقد أن هذه المجموعة هي صوت المرأة المثقفة والمبدعة وهي تعبر عن ذاتها ووجودها من خلال ما تكتبه برقيس خليفة أنا أهنئ النساء بعيدهن وأمر للرجال أن يكون لهم أيضاً يوم يحتفون به أو يحتفى بهم وأنا معك في ذلك نعم المهم أن الصدفة شاءت أن يكون يوم اللقاء قريباً من يوم 8 مارس المهم أن البعد الإنساني ولا أقول النسوي في نصف بلقيس هو يبدو لي أقوى بكثير من البعد النسوي لأنني قرأت لنسويات ورأيت كيف أقول نوع من الزأر للنساء من الرجال في أعمالهن بلقيس لا النص هو إلى البعد الإنساني الذي يتكلم على النساء والرجال على أنهم شيء واحد لا فرق بينهما واضطهاد المرأة هو من اضطهاد الرجل تماماً ولعل النساء التي رأيتهن في المجموعة الأقصوصية وجدت لهن بلقيس مهاربة لكي تخلصهن من بعض الشوائب أو من بعض الآثام التي قد تكون هؤلاء النساء قد يكون وقعنا فيها في مرتين اثنتين في أخصوصتين مختلفتين المرأة تكون زوجها ولكن الزوجة ولكن الزوجة يلطف بها واحدة فيها الطفل أو الإبن وأبوه يخففان عن الأم التي هي تخون زوجها وهو واع بذلك وخشي عليها من الألم عندما كانت ذاهبة إلى عشيقها في فيلا مقابلة وكان قد رأى بعض امرأة أكثر جمالاً منها سبقتها إلى الفيلا فخشي على زوجته التي تكون وهو يعرف ذلك قال لها لا فائدة في أن تمشي ولن ندري بالضبط كيف انتهت الأمور المهم أنها علقت الأمور ولكن الأمر كان إنسانياً من جانب هذا الزوج والأخصص الثانية فيها هذه المرأة التي تحب شاباً وتكون زوجها إن صدقاً وإن كذباً لا أدري بالضبط المهم أنها تكون هي أيضاً زوجها ولكن ابنها يناديها في آخر المطاف إلى ضرورة الانتباه له وتمتنع آنذاك هذه أو يعود إلى هذه المرأة رشدها فإذا بابنها الذي هو من صلب زوجها أيضاً الأصل يثير عاطفتها فتعود هي إلى نوع من الرشد وهذا البعد الإنساني في نصي بلقيس بلقيس حيث المرأة تخون أجد أنها تلطف بها وتلطف ما أمكنها العيب الذي يمكن أن تقع فيه أما إذا كان الرجل هو الذي يسيء إلى المرأة فإنها لا ترحمه وهذا قد رأيته أيضاً في أكثر من نص من نصوصها مثلاً في أحد النصوص لم ينتنسى البطلة أو الأنى المروية والتي هي الأنى الراوية كيف أن زوجها كان دائماً يعيهرها بحظة كلب بقي أثرها في وريكها وكان يؤنبها على ذلك ويشمأس منها ويكونها في الآن نفسه وهذا جعلها لا تطيق علاقتها به وتسعى إلى أن تعود إلى عشيقها الذي كان هو السبب في أن يعظها كلبه وعادت الأمور إلى مجاريها في آخر المطاف وذهبت الأمور المذهب الذي يجب أن تنتهي إليه الخلاصة من هذا كله أنه إذا كانت المرأة هي التي تثيء فإن لبلقيس نوعاً من الميل إلى جانبها والتخفيف من خطائها أما إذا كان الخطأ من الرجل فهي لا تستكين في أن تلومه تعليقك عن ذلك أستاذ بلقيس سيد عبد ونسيت ناجح في قصة آخر الناجين أرغب أنه عمل العميل كل وجدته له مبررات ناجح في آخر الناجين الذي كان يسرق الدجاجين كان يسرق الدجاج وكان عاملت المرأة ومع ذلك أوجدته له من المبررات وعطيته فرصة للنجاة وبجي يصلح معناها كل أخطاء كل أخطاء وستقطع بعد محالة ميت في الآخر لكن أوجدته له مبررات كثيرة وعطيت حتى خففت من حدتي معناها أسابي وذنوبه بسخرية وهزل وخليته معناها يتوب ثم يتراجع عن التوبة إن كنت تذكر صح؟ هو مسبو هو هو آخر ناجين اسم العلم ناجح ناجح لأنه هو ناجح اسما ولكنه فاشل فعلا مهك؟ بالضبط ناجح لم ينجح حتى في الهروب من البلد حتى في السباحة والإبتعاد عن شواطئ تونس عادة إليها جثة لفظها البحر ومعناها في آخر القصة مغرب من التجارب المميزة لبرقيس خليفة كتابتها لسيناريو فيلم القصير الماندا وهذه التجربة تجربة كتابة السيناريو هي تجربة مهمة جدا وخاصة كذلك لها تجربة بسدد الإنجاز تأثير ذلك أستاذة برقيس على كتابتك القصصية والكتابة السردية بشكل عام هو ساعة أن يتحول القصة إلى سيناريو ثم إلى فيلم نجاح بالنسبة لي للأدب التونسي لأنه كما تحدثنا على هذا قبل ساعة موشلة هي فقدان الحلقة بين الرواية والقصة وما تنتجه الدراما سواء في التلفزيون أو السينما خاصة ما نراه الآن هو ظاهرة السينما المؤلف خاصة عندما يكون المخرج هو المؤلف وصحب السيناريو وكذلك حين يكون هو البطل تقريبا هذا في تونس معناه حوالي أربعين سنة للمقصة أن نغادر سينما أن تجاوزت هذه الدائرة نعم وفي التلفزة طبعا الأمور تمشي إلى أسوأ باستثناء عمناه فيلم حرقة لكن مع ذلك الأمور تتدهور نحو الأسوأ والدليل أنه فيه مستثل حرقة نجح نجاح كبير جدا ونال جوائز هامة وحط على المستوى الجماهيري والمتابعة كانت هناك متابعة هامة جدا نعم ورغم لي أنه حرقة ما هوش مقتبس من عمل روائي لكن عبد الحكيم كاتب السيناريو معناه عنده وعنده خلفية أدبية جيدة ويقرأ وعنده هذا كذلك مرجعيات وفكرية ما هوش كما كتاب السيناريو الأخرين اللي عملوا مثلا مثلا سامير ولا نعرف ما شفش نساني أسماء لكن اللي يخدمه بعض دون ذكر أسماء وهو معروفين جدا نعم دون ذكر أسماء عبد الحكيم بعضها عنده خلفية الأدبية وعنده مرجعيات وفكرية اللي خلات عمل حرقة يوسط المهم بالنسبة لي معناها تحويل الماندة إلى سيناريو ثم إلى فيلم نجاح للأدب في جونس وفرصة للكتاب أن يعقدوا صلة بين المخرجين لكن تبقى هنا المشكلة هي مشكلة الإنتاج أحنا أخذينا دعم متاع وزار الثقافة اللي يسمى الدعم في نهاية الأمر قليل وما نجمش نكمل الفيلم كان بالاستعانة بعض المنظمات والجهات الدعم ما نجمش إذا ده يتعطى الأكثر من كثرة ثم لابد أن يراهن المخرج على النص المقتى بس وهنا نحب نشكر سامير الحربيوي لأنه من المخرجين القلاء الذين يراهنون على القصص فقد معناها أخرج قبل الماندة أخرج قصة لـ أخرج سيناريو من قصة مقتبسة سيناريو مقتبسة من قصة للفعد بن حسين فيلم رغبات مقتبسة من قصة للفعد بن حسين وهذا الثاني فيلم اللي يخدمه معي معناها مقتبسة من الأدب ولفعد دي ما حريش حتى قدم قبل وهو صعب تجربة في ذلك وهو سيناريس واشتغل حتى في التميزة الوطنية واشتغل في بعض القنوات أحيانا لا سعد من الناس المصرين على الاقتباس من الأدب وشوف أنه ما تنجمن حقه نهضة سينمائية حقصية في تونس إلا عبر الاقتباس من الأدب لأنه الروائي والأديد دي ما عنده حد أدنى من الوعي الفكري ومن الخلفية الإنسانية والأخلاقية لنجمة فوق معناها بعض المخرجين اللي رهنوا على أنفسهم فقط في الإخراج والتمثيل والكتابة وإلى آخرين مع سميرة عنا فيلم آخر إن شاء الله نبدأوا نثوره سميرة شكون ذكرنا باللقب سميرة الحرباوي سميرة الحرباوي نعم سميرة الحرباوي عنا فيلم آخر إن شاء الله وثائقي تخيلي أخذينا عليه ضد الدعم يعني أخذها موافقة ضد دعم بطبيعة الضومة مخدر الكثير يعني اللي ربدة أن نصور جزء من الفيلم ثم يبدأوا يعطيه فيلم كذلك يصور معاناة وإحنا نتحدث معنا مازلنا على وقع اليوم العالمي للمرأة يتحدث على معاناة النساء العاملات في فلاحة وفي غيرها من القطاعات التي يغادرنا ما نزيله هنا على الفجاري يدك عليش عنوان فيلم كان على الفجاري نعم أستاذ دكتور أحمد سماوي عندما يتحول عمل إبداعي إلى السينما وإلى الشاشة المرئية على غرار عمال زمان كما نتذكر ثلاثية ناجيب محفوظ يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم والآن برقيس خليفة بدت تأخذ هذا المنحة بكتابة سينوريت با بدت بالأفلام القصيرة وإن شاء الله نشوفها في الأفلام الطويلة والتوفيزيون رأيك عندما يتحول العمل الإبداعي إلى الشاشة المرئية هو لا يمكن إلا أن أثمن مثل هذا التوجه لأنه توجه سليم فعلا يرفع من مستوى الدراما إلى مصاف أرفع مما هي عليه يعني عندما يكون الممثل هو المخرج وهو المؤلف تكون الأمور دائما وأبدا رهنا ويقول العمل متواضع عادة متواضع جدا على مستوى الكتابة والاسم هو الذي يهم ليس المحتوى الذي يهم اسم البطلة واسم الشخصية الرئيسية فقط أما إذا كان الدراما تنطلق من نصوص أدبية جيدة وما أكثرها هذه النصوص الآن التي أفعلت جيدة رواية أو أقصوصية عندما تكون هذه النصوص موجودة وثمت من يقبل عليها من المخرجين السينمائيين ليخرجوها إلى السينما أو إلى الدراما فهذا شيء لا يمكن إلا أن أثمنه وأن أشد على أيدي إن الذين يرغبون في كتابة سينايوهات وإن على أيدي الذين يتعاملون معهم أو يرضون بأن يتعاونوا معهم لأن أتصور أن في الأمر نرجيسية لدى بعض الفنانين الذين يتصورون أنهم عمالقة في الفن لا يشق لهم غبار ربما كذلك ظروف الإنتاج الميزانية تكون محدودة جدا وهناك إمكانيات متواضعة جدا لإنجاز هذه العمال الدرامية ممكن ممكن على كل حال برأيك أستاذ أحمد سميم من خلال هذه المجموعة ميتة مبتكرة هل هي قادرة أن تكون على المستوى السينمائي على المستوى التلفزيوني مرئية للجمهور؟ هو الجواب عن سؤالك ما فعله المخرج في يوم الافتتاح يوم التكريم في المركب الفنون الدرامية كذلك وحي صديقنا المخرج المبدع المسرح هي حاتم الحشيشة حاتم الحشيشة نعم يعطينا فكرة جيدة عن هذا الإمكان يعني كلما كان المخرج مثقفا كما قالت بلقيس وعيا كثير القراءة مستوعبا للمدارس الفنية المختلفة ويقبل أن يتنازل عن مرجسيته فيرجع إلى نصوص راقية يمكنه أن يقدم شيئا من قبيل هذه المجموعة وأن يخرج أقاصيس في أفلام قصيرة ويمكن أن يخرج من مجموعها أن يرى خيطا ناظما به يؤلف بين شتات هذه الأقاصيس ويعطي فيلما طويلا مثلا صالحا لكي يرى أستاذ بلقيس خليفة قدر المبدع لا يكتفي بما ينجزه وهناك أفاق كبيرة وأنت تسعين لذلك من خلال كتابة الفيلم القصير الفيلم الطويل وكتابة الرواية وهناك كذلك مشروع إنجاز عمل رواية أنت بصدد إنجازه ساعة إجابة على سؤالك المتعلق بأن هل أنا متى متطرة قبل للتحويل إلى أفلام اتصر بي معناه تقريبا منذ أسف صديقه سامة ليلي اللي قايلة للتنجزة نعم ونجحها في ذلك تلك السلسلة ممتازة جدا وممطعة للأطفال خاصة ودليل على ذلك أن تم إعادتها عديد المرات جنود القايلة نعم والأطفال والله حتى للكبار معناه عندها نعم واهتم بها الكبار والصغار نعم ربما لي جودة الإنتاج وزودة الاختيار والكاستينج وغير ذلك كان سبب من الأسباب بالنجاح هذه السلسلة نعم أنا حتى نستخدم مصطلح ربما لا يحبونه كثيرا في الدراما مصطلح مضافة وعمل نظيف نظيف دون بلسونس معناه في معنى أنه قادر أن تجتمع حوله العائلة نعم جنود القايلة المهم اتصل بي في يونسين وخذها عبدو يبتلع البحر قصة عبدو يبتلع البحر في دحمة سينت فكرها اختار أن يحولها إلى سيناريو فيلم لحنمين لا 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 عبدو يبتلع البحر من مزموعة ميتة مبتكرة اذكرت نص عبدو يبتلع البحر اي 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 اختار أن يحولها إلى هو مغروم موت العجائب اتجاه هي يقايل فيها شوية العجائب والنصف ذلك فيه الموت يحضر معناها بشخصه وهذا هو في الأقصصة ونراه في مختلف الأحداث فاختار أن يحولها إلى سيناريو لفيلم لا أدري معناه أين وصل في الكتابة خطر تصلت بي أنا تقريبا من أسبوعين من تلك وكانت تحقيتني في حاجة قليلة هني نحاول أن أحاوله إلى سيناريو وبعد ما نكمل نكتب ثم نرجع لك وبالنسبة للحاتم لحشيشة مشكور ونحب نواجه له التحية برشا قال لي أنه سيشتغل معناها بصيفة متطورة أكثر على المسرحية التي قدمها يحاولها إلى عمل مسرحي متكامل يقدم في مهرجانات ربما قادمة خطر هو استغل عليها بسرعة نظراً لأنه كان محاصراً بالوقت توى عنده المجال بشي يطورها ويشتغل عليها بشكل أفضل فمعناها المجموعة رغم أنها فيها العجائزي إلى أخيري وربما حتى الجانب الدهني ساعات فيها غالب وهذا معروف على حاتم لحشيشة المخرج للمسرحي المبدع وهو اشتغل منذ سلوات على نصص صعد الله والنوس وهذا ليس بغريب عن حاتم لحشيشة تحية لي ومحذر مترحية من رواية مقتبس من رواية محاكمة كلب لعبد جبار العش كذلك قدم بعض اللوحات المسرحية في هذا العمل روايي العمل روايي المهم تقريبا في تاريخ رواية تونسية محاكمة كلب من أهم روايات تونسية اللي تكتبت حتى في العقدين ورشاة عقود الأخيرة نعم تبقى علامة معناها محاكمة في تقديري طبعا نحن تبقى المسألة انطباعية لكن في تقديري من أهم الأعمال الروائية اللي تكتبت في تونس محاكمة كلب لأن الشخصية من قريبها الشخصية تنسلت عيون المعاصرة العام دار الجنوب عن عيون المعاصرة أخذني الاستطراض وبعيدا وانسيت ما هو السؤال الذي طرحته عليك في الجيس تحكينا احنا على العمل الأخير عندما يتحول للعمل السينمائي ومداء النجاح الذي تسعين إليه أنا عندي زود أحلام بحب نحققهم شاريت سينمائي طويل ورواية تاريخية عن سفاقص الرواية أعددت لها العدة وتقريباً معناها خططت لها ومنتي أن تتحول لاحقاً إلى مسلسة أعيد فيه الاعتبار إلى الجهة خاصة من الناحية التاريخية وخاصة في علاقها بالمقاومة نعم ربما الحجوجة يمكن أنا منحب أن نحرق الأي كترة المهم وصلنا لنهاية المشوار في هذا اللقاء الممطع معك الكاتب المبدع والسيناريست الأستاذ أبلقيس خليفة حالنا ناخد كلمة أخيرة من الأستاذ دكتور أحمد سمايو ثم كلمة أخيرة معك الدكتور أحمد سمايو في نهاية اللقاء الممطع الذي تحدثنا فيه عن كل جوانب كثيرة من خلال هذه المجموعة ميتة مبتكرة لبلقيس خليفة أنا أولاً قبل كل شيء أشكر بلقيس على أنها فسحت لي هذا المجال لكي أحاور نصها وأشكرك أنت أيضاً لأنك عتيتني هذه الفرصة لكي أكلم العفو جمهور المستمعين أكلمهم في شأن هذه المجموعة الأقصوصية هذه التي جذبتني ولفتت انتباعي وجعلتني بالفعل في إطار عملي باحثاً وهو لا ينتهي مع ما تمناه من طول العمر إن شاء الله أنه نبهتني لأشياء لم أكن أعرفها جيداً فهي قد فسحت المجال لكي أفهم أشياء هي جديرة بالفهم ونتفائل بمستقبل السرد في تونس أستيرد أحمد لا أنا قلت لك هذا منذ حين نعم أشعر بأن تمت كثيراً جداً من الإبداع الروائي والإبداع الأقصوصي للفترة الأخيرة والإبداع الشعري أيضاً ثمت الإبداع في هذه العشرية التي مضت كأنها نوع من رغبة في تجاوز الضائقة التي يعيشها المجتمع التونسي في المجالات جميعها سياسية واقتصادية واجتماعية كأن الفن والفن الجدير بالاعتمام والبحث العلمي أيضاً ثمت ودور النشر يعني النشر والمبدع الفني بأصنافه المتعددة والاقصوصة والشعر والأدب كل هذا طفاء على السفح في هذه العشرية بطريقة تجعل العمل بالإمكان الفرح به وكل الفرح كل شكراً دكتور أحمد سماوي كلمة خيرة للسيد الكاتبة بالقصة خليفة من حد نشكر كذلك بالمثل في سيد أحمد سماوي نقول له نشكر كبير لأنك بنت مجهود كبير مجهود نساقة حتى معناها ما كنت أنتظره تعبته معايا وتعبته وكيد المجموعة لأنا قرأها أكثر من مرة والتقديم اللي كتبه لم يكن مجرد تقديم معناها كان مقالة نقدية طويلة معناها تنجم تكون تنجم تتنشره وحدها هكي كتاب قال ودي حتى على صديق المزاح سيد أحمد سيرا وحد قال لي هذا اللي كتبه أستاذك ما لانكيش كتبت مقاله أستاذي تجاوز بتقدير ودي ما كتبته أنا وتلك هي ميزة الناقد الكبير أستاذة بلقيس فعلا معناها الكلام على الكلام من أصعب الأشياء تقريت قبل ما يكتب عن روايات وعن القصص بالأخير لكن الاهتمام بالدقائق والتفاصيل التي اعتناه بها سيد أحمد معناها أخجلني حقا وانكل سمحني في تعبك وألف شكر ويكفيك معناها لكل ما قدمته أستاذنا وأبنا الروحي ولعلها هي أفضل صورة بقيت لي من ذلك اللقاء هي صورة تجمع بين والدي وستيد أحمد وحتى أنها بالإجماع مع أصدقائي في الفيسبوك عندما نهترتها قالوا لي لي هذه أفضل صورة في اللقاء وأفضل صورة شفناها في الموسم الثقافي أن يجتمع معناها الأب البيولوجي مع الأب الروحي ومعناها تلك الصيلة لأنه من ذوء في نهاية الأمر ذوء رباوني شخص رباني معناها لأنه البيولوجي لخرباني أدبيا وحتى إنسانيا ومعرفيا وبهذه الكريمات اقتربنا من نهاية المشوى كل شكر لأستاذة المبدعاء بلقيس خليفة وكذلك كان لي الشرف أن يحضر معنا هذا المساء الدكتور الناقض الكبير أحمد سماوي كل شكر أستاذ أحمد سماوي كل شكر الفريق العامل معنا هذا المساء في لقاء ولقايات مع تحيات منجية الشعري فيصل القيسمي إلى لقاء الأسبوع القادم في لقاء ولقايات لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع لقاء ولقاءات إعداد وتقديم فيصل القيسمي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة